موسيقى مرحبا بسي أستاذ سعيد المفتاح في جريدة أصوات نوالا سي سعيد نتاول دينا الاعتقاء بمكناس الزيتوناء ممكن تقرد المتتبعين وموحبي ديالتورة بسيطة وفنة بالحل وطبيعة الحال مرحو الأدية بالطفولة ديالك وطفولة ديالي عادية بحلها بحل جميع الناس لعيب بشوية ديال الشغاب والدراسة والصناعات التقليدية اللي من خلالها تعرفت على نجموعة ديال ديال الخصوصيات في التوراة المغربي سعيد المفتاحي من عائلة بسيطة لكن عانية بالمحافظة على الأسس الوطنية والقيم للتمغربية سعيد حلت عينيك على واحد لكم من أنواع للموسيقى تراتية كالفل العساوي والفل الحمدوشي وكذلك المنحول سؤالي أستاذ أين هو سعيد المفتاحة وسطها كفنون كامل إذا بدأت تقول العبليله الضعيف هو مجنون بالترات المغربي ككل من تنجر القويرة لأن المغرب ما شاء الله خزان لواحد المجموعة ديال الإقاعات وكتلتقي فيه مجموعة ديال الحضارات مجموعة ديال الثقافات على مستوى الإقاعات على مستوى مثلا التقنويات التي كان استقطبها من المغرب المؤسس الدولة العلوية السلطان مولا إسماعيل فن من الفنون الراقية لكن إقاعات إفريقية والآن عندها خصوصيات مغربية كذلك الموسيقى الأندلسية التي جاءتنا من شبه من الأندلس ووردناها الأندلس لكن مغربناها بالملحون مغربناها بمجموعة دياللمسات الموسيقية المغربية فالمغربي تعتبر كارفور أو ملتقى التقافات الإنسانية ونهار على نهار كنتشف هذه السنين كلها التي دوجت داخل الخصوصيات الفنية المغربية كل نهار كنتشف شيء جديد ولهذا كنقول أنا دائما بدأت تنميدا وسأرحل عن هذا العالم وأنا تنميد لأنني يوميا كنكتشف ما شاء الله هذه البلاد غنية بمجموعة ديالأشياء اللي خاصنا نعيد النظر في التعامل يلها وكيفاش نقدمها النشيء أو كيفاش غدي نعرف بها الآخر لأن الأجانب أو الباحثين الموسيقيين أو الباحثين في موسيقى الشعوب عندما كنت تكلم على الفن في المغرب فما كيتكلم على بعض الأنماط وكيتكلم لك على أربعة أو خمسة الأنماط يقول لك كنعرف قناوة كنعرف الملحون كنعرف الموسيقى الأندلوسية وكنعرف العيطة هذا يعني كين أشكال أخرى ولكن يمكن عندها علاقة بالجانب الفولكلوري ماشي الجانب الموسيقي هنا خاصنا نعيد النظر كيفاش نقرب المؤسسات الثقافية العالمية من هذا الموروط الغنية الغنية جدا وتقبي يا أستاذ أنني من خلال من أبركهم غادي نقول الإخوان اللي كي يهتموا بهذا الباب وأنا كنعرف أن الشعب المغربي الشعب أصيل وكيحب كل ما هو أصيل والله ثم الله ما وقفينش على شنا المرطي غزينة عن طريق منابر إعلامية نجغف السوق وحنا نلغينا لكي هذا مش شهدت المتخصصين العالميين أن المغربي غني بمجموع هذه الأشكال والأرماط كيفاش كنسوقوها أو اللي خاصي تعال فيها المرطي تماما أستاذ في عموة الأطفر ديالك خديت نصائح كثيرة من واحد الفقه اللي تتلمت عليه ديه الفقه ديالي مسيت طبيعة الحال وخديت منه تشبحت منه بزاف وكتسبت بزاف ديال مثلا الأخلاق الإسلامية وقرأة طبيعة الحال بما يعني أنه خلى واحد لصمة في حياتي سيساعد خلى بصمات نتسيد العرفين والجمهور المتتبع لهذا المنبر الإعلامي المتميز والجميل واللي صراحة أنا اليوم أول زيارة لهذا الموقع لكي نعتبره مفخرة لهذا الغزو اللي كان عن طريق المواقع والشبكة العنكبوتية فأحنا في حاجة للمواقع الجدة فكي كي عرفوا الناس هو أن سيادنا أمالينا اللي رحلو ما يمكنش ما رحلوش غيرها كي خلوا فينا بصمة اللي معمرنا غالين نساوها وهي القيم اللي لقنونا الضروس اللي اعطاونا حتى من شكلهم كيفاش كيتعاملوا مع الحياة كيفاش كي يوقفوه كيفاش كيلبسوه كيفاش كيتعاملوا مع بعضيتهم أشياء فقدناها للأسف فقدناها فالحقيقة بابني كنعود الوراء كنحسب واحد لحصراء أننا فتقدنا الشيء الكثير ومن ضمن الأشياء اللي بقي كانت تكر شي مرسوا ويلته واحد الشيخ من الشيوخ الكبارة وقال لي شنو القصيدة اللي بغيتي وقال لي شنو القصيدة اللي بغيتي وقال له بغيتي شي حاجة من عندك قال لا أرسخ لي في التهن ديالي وانا كنكبر ويا كتكبر معايا قال لي شوف الفني اللي بغيتي تدير به الفلوس سهل ولكن لبغيتي تدير به التاريخ صحيح عدوك الناس ما كانوش كينتقوا على هوا وكانوكي كانوكي يتعاملوا معنا بغيرة وكانوكي أمنوا بشيء هو أن الوطنية ما يمكنش بداية الوطنية هو أنك تكون كتحب ابن الوطن وإذا كنت تحب الوطن كتكون كتعطيه ذلك شيء في قلبك بصدق ما فيش زباق فهذه الناس ترسخونا في الذكيرة بسلوكهم بأخلاقهم بالقيام بالتبغريبي بزيهم تقليدي بحبهم الوطن في كل شيء منهم تعلمنا كيفاش نحب بلادنا واش ردينا لهم هذا سؤال كيبقى متروح علينا كاملين على مجتمعنا واش نصفناهم واش أعطيناه محقوم واش خلدناه معلموا سواء تسميت الأزيق قادينا والمعاهد اللي عندنا وما شاء الله عندنا الوطن غني بهذا الباب لكن كي أعلمني أنني لقى شيء شيء اسم على شيء زنقة أو درب ما عنده تعليقه بالتاريخ ما عنده تعليقه بالقيم المغربية وما نديروش هذا الإثم نسميه وبيه سيدي عبد الله قنون مجموعة الكبار اللي داجه في هذا الوطن في جميع المجالات رياضية سياسية تقافية فنية في كل المجالات خاصنا نردو الاعتبار لذلك الناس نقول لهم على الأقل شكرا وهذا غادي يكون حافيز لأننا نخدموا على التاريخ جميعا ما نخدمواش لباش نديروا الطموبيلات ونديروا العمارات ويمكن أنا ما نبغيش هاد الأشياء تكون هي اللولى وهذا جانب هو عنده علاقة بالقناعة والإيمان بالله سبحانه وتعالى لأننا أنا ما بغيش عندي الطموبيلات لا على حساب قيم مواطننا أنا بغير ركف طبس مع المواطنين ولكن نبقى محافظ على الحمولة أو الرسالة جزء من الرسالة لأننا ما نقدرس نوصلوا ده كشي كامل جزء من الرسالة اللي خلونا سيادنا ومالينا سأمامنا أستاذ وهذا بطبيعة الحالة ليس بغاربة للفنان وعلى الشعور للفنان ديما استساعد بعد المسيرة الفنية كاملة اللي دوستي في حياتك فوقاش كانت مكتبت لوقيت ديالانطلاقة يعني ديال اللي بدتي في الملحون تقريبا إين سانوس قريبا الانطلاقة رغم أنها عندها تقريبا 40 سنة ولكن دائما كان خصف راسي على بديت البارح لأنه قدام مني كم قولوا الملحون كم قولوا الملحون هو ديوان المغاربة هو الفن اللي واتقلنا لعاداتنا وتقاليدنا هو الفن اللي من خلاله حارب مجتمعنا لأمية من خلال هاد الفن عرف كيفاش المواطن رغم أنهم ما سبقلو ما سبقلوش دخل للمدراسة ولا الجامع وما يعرف لا يكتب ولا يقرأ ولكن من خلال الملحون عرف صحح البوخاري وعرف بنه كتير وعرف أمه هاد الكتب وبالتالي عرف كيفاش يتعامل مع دين وعرف كيفاش يتعامل مع الوطن وأمني كنقول الملحون كذلك كنقول الفن اللي كان في مقدمة الفن اللي لعب دور طلائع أيام الحركة الوطنية كذلك الملحون واتقلنا الواحد المجموعة ديال الأشياء اللي لموت قتلهاش جهات أخرى فما إلا بغتي تعرف مثلا المطبخ المغربي في القرن 16 ما عليك إلا أن تقود إلى قصيدات الملحون إلا بغتي تعرف العمران في قرن مرحلة معينة في طاريخ المغرب ما عليك إلا أن تقود إلى قصيدات الملحون فكان رجل الملحون والشيخ الملحون أمين بتوتيق لعادتنا وتقاليدنا للزي المغربي للعمران للوطن للخصوصيات الوطنية وهذا والجميل هو أنه مبقاش مقوقع على قضيانا بل نفاتح على مجموعة هذه القضايا الإنسانية في قصيدة الملحون طرقت الميز العنصري قبل ما نكون ممكن نسمع المصطلح الميز العنصري قصيدة الملحون تكلمتنا على حقوق المرأة قبل ما نكون ممكن نسمع حقوق المرأة كذلك قصيدة الملحون قامت بالدور الإعلامي في واحد الوقت اللي حنال الإعلام لأنه كان بقي في البدايات له أو شيء قليل جدا ومنعليم فقصيدة الملحون لعبات هذا الدور الإخبار ودعال التوطيق ودعال التعليم فدائما مني كان تبرلي على المصار ديالي شحالة هذه سنين ومتافذ المجال فأنا كان نقول دائما أنا عارب هذه المهرحة لأنه بقي كنتشف أشياء أخرى بقي كان تعلم وعلى دقاء كان تعلم إلى أن يأخدم الأمان أمانته وبصدق أن هذه المرحلة التي ذهبت في الملحون والتعامل مع مجموعة الأنماط أخرى في وطننا الحبيب تعلمت كيف كيف نحب وطني كيف نحب إبن وطن كيف نتعامل مع مجموعة هذه الأشياء التي كان خاصة لمجتوى عالي العلم لكن ما أعرفت المحدود خلت قصيدة الملحون أن تستعلي الفكر ريالي ونتعامل مع مجموعة هذه الأشياء تنقول أنا يمكن مجتوى المطلوب تماما استساعد فسطة الكم الهائل للموجات نسموها موجات لأنها غير مستقرة طبيعا لحال هذه الموجات هي الموسيقى الجديدة أو العصرية كما يلقبها لا ترى أن في الملحون لا يوجد أخذ الحق لهم يعني مدام أن قليل في كنت سمعت مثلا أو نسمع بعض القرصائد لربما الناس قليلة التي تبعد الاتجاه وتسمع لها لا ترى أن في الملحون لا يوجد أن تحق لأن المشكلة كان علي أن وخصية أخذ موسيقى 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 ديوان المغاربة ودوان المغاربة لا يمكن نختاز له في الغناء فقط هو فكر هو علم شعر عنده كل المقومات وكل ضوابط العالمية موجودة في الملحون القياس كنقول الشكل الشعري كنقول الصرف كنقول التفعيلات في الشعر العربي لكن الملحون فتح على مجموعة ديال الأشياء اللي مطرق لها الشعر العربي طاقفة على مجتوى المواضع على مجتوى الغزو ديال واحد المجموعة ديال الأشكال هذه مسؤولية كتتحمل هالمنابر الإعلامية اللي كتقدم مجموعة ديال الأشكال الفنية مع احترامات الممارسين ديال الله يسخر لكل وحد أنا ماكن ماكن شوش كيف يمكن نفضله فن غزينة من دولة أخرى على حساب فن مغربي عن لحمول التقافية والفنية والتربوية ومجموعة ديال الأشياء هدك دوق ديال واحد المجموعة لكن المنابر الإعلامية خصصها تقدمنا فنونا الوطنية وبالشكل اللي يليق به ما تقدم ليش أنا ما كان تلبش أن الملحون يتقدم كغناء فقط بل وهذا كان عندنا برامج في تلفزيون أيام النواري بلون يال الملحون وهذا هو اللي خلى الملحون ينتشر كان عندنا برامج إدائية خاصة لشرح والتعريب خصوصية هذا الفن كما كنت نتمنى أن نجيده في هذا الباب ونعرفه بالخصوصيات الفنون التراثية اللي كينا عند الأمازيغية المغربية الفنون الحسانية دير الصحراء المغربية مجموعة ديال الأشكال اللي كنت نتمنى أن ندار لها برامج خاصة لتعريف بها وتقريب ها من شباب نا ومجموعة ديال لكن للأسف أن نحتى الملحون لم يكن أخذ حقه إعلاميا على مجسوى التعريف به وتقريب من النشئة والبحث والتنقيب فيه داخل الإعلام البصري الآن إذا قدمنا الملحون كان قدموه جوق فسط من النعوم واحد بشكل بجلبة مغايرة كيغني فاطمة ولا نكرشان ولا الوردة ولا ورقة مول الحب ولا القلب ولا مجموعة وانتهت المهمة نحن ما قبطناش كثقافة التعريفية نعرفه بها ونقلبه فيها لأننا برأسنا في حاجة لاستفادة من ذاكرة الإجداد من الإبداعات الفنية وسمح لي نقول لك الله يرحم صديق عبد الله يقل نون مني نرجع للطورات كان سمي عن نبوغ المغربي نرجع للسؤال لك بالتحديد هو أنه وشكين شي خوف على الملحون في إطار هذا الغزو الملحون معمره ليموت لأنه قرون قرون سيني هو كين في المغريب وبل انتشر ومشل دول أخرى وكالتعامل مع هدول أخرى لم يبقى شهده هنا ونعرف بأنه المغاربة شعب كيحب ذكرته وكيحب خصوصيته وكيحب أصالته فأنا كان أظن هذه موجة سحابة الصيف وفي الخار كيبقى لا يصح إلا الصحيح وغير تبقى الجودة إن شاء الله لكن كانت من أنه رفاء لإعلام الوطني أنهم يعيدوا نظار في تعامل مع خصوصية المغاربة ومع ثقافات المغاربة لأن إلا دخلنا الله يرحم علي وحد السير في وحد الحفل كان كيسمع شيء قصيدة وقال وسكت الزوق وضار في الجمهور وقال لهم واش اللي عندهم هاد الغيناء وهاد الفن والفنون بهذا الشكل واش كيسمع شيء حاجة أخرى ما بغيس نسمي عن طريق إعلام قوي كيحاولوا ينشروا ثقافتهم كان هن ينشروا ثقافتهم لكن نحن نحن نشر ثقافتنا لأن ما سيجي تشي واحد يعرف بخصوصياتنا وبفن وبثقافتنا وبتاريخنا إلى ما قمنا أشحنا بهذا العمل تمام أستي ساعد ساعد لأن نستقر عن الطيارة الفرنسية الجسد اللي في فرنسا القلب الطيارة الفرنسية أو هاجرت إذا سحق قوي ديت معك باقاج ميسيو ديرات توراة هذا كما قلو ومش الطيارة الفرنسية زادتك وحكي إضافة أو حكي بلوس على هات الطيارة اللي ديت معك تمن هنا أنا لوقيت اللي استقررت فرنسا كان الانيس للي يعني في اليوم للي هو هو في المرحون ويوميا بعد ما كان ندخل من العمال إلا وكان نلتقي مع مجموعة ديال الناس شعراء كبار في هات الفن زازاهم الله وخير الززاء على ما قدموه لهات البلاد في صمت بعيد عن الأضواء فهو يمكن يخليني أن نقلس شوية في أوروبا فهو الانيس بيلي هو هو اللي يعني الجنبي ومن السيني في الغربة فمن كتبخل القصائد الملحون كتصافر لواحد الزمن جميل وكتصافر الخصوصية للمغاربة وكتعرف مجموعة لأشياء فالملحون كيف قلت لك هو الانيس ديالي في الغربة لكن خليني نقول لك أن أول وقت اللي قلست في فرنسا كانت تجربة جميلة وكانت فيها إشارات وكان فيها إنتاج كيك تعرف وكيك يعرف المشاهد الكريم المتتبع لمقادلكم جميل أن المغاربة خارج أرض الوطن واحد الحماس كي يقول لي آخر واحد الغيرة على البلاد أخرى كي غيروا على بلادهم داخل المغرب لكن على برا كتر علاش لأنه معاشرين مع مجموعة ديال لأجناس وكيف تخر بتمغربية ديالهم لدرجة أنك ما يمكن تدخل شي بيت وما تلقاش شي لمسة مغربية ويمكن دربوا المغرب مع اللقفة داخل البيت كذلك في هاد الفترة اللي عاشت في فرنسا حصل ماشي أنا اللي حصلت حصل فن الملحون من خلالي كواحد كي يشتغل من ضمن الناس من ضمن هذه الجنود اللي يعطيهم الصحة وطول الهمر اللي كيشتغل في حضيرة الملحون من خلالي خدال الملحون ولي أول مرة في تاريخ لكاتر كلي تليراما المفاتيح الدهبية اللي اللي تعطيها اللي تعطيها الإعلام الفرنسي كذلك حصلنا على الجائزة الثانية عالميا بعمل بلغة الملحون لكن بلمسا ديال الوقت وهذا ما يعني كنت بقيت هنا في المغرب كنت كنت تشتغل في الملحون صحيح لكن هذه الجوائج وهذه التكريمات خارج الوطن أطعتني شحنة أخرى وخلتني نحس بتقل المسؤولية وتعلمت في هذه الفترة أن الشغال والصمت هو اللي يخليك أنك توفق أما الكلام والراء وانا 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 هذا القرية الآن وانا نحن يقول ها ليس أنت اللي تقول فأنتمنى أن الإخوان اللي يشتغلوا في المجال الإبداعي طبيعة الحال لدينا فنانين كبار ويمكن نحقق بهم العالمية لكن كيف هاش سنصنعوا هذ النجوم اللي يمكن نستطمرهم خارج أرض الوطن هذا اللي يمكنني تناقش لأنه عندنا فنانين كبار ولكن بعض المرات كرح طوله مع صاف الروادة ومساكن لحول لهم وملا قوة كي يسد ويسد عليه واش مش يحرم أنه في الميدر الغيناء مثلا عندنا اسماء كبيرة في الأغنية المغربية محمد علي واش مش يحرم محمد علي كون نسد عليه الآن هرم اسم كبير وانا شوفت الأجانب يعني إخ إخوان من الدول العربية يوم ما ما بقتش مذكر السنة في مدينة فاس محمد علي هي كي مرن ماشي كي غمني وكنش مع الإخوان المشارقة وقلوا الله كبري سهل عما شهد أنت ما عارف شهل واش كين شي أيادي اللي كتطبر هالش شي ولا إحنا ما عارف إش نتعامل مع القائمات اللي نفض الوطن ومش يغي في الميدا اللي في الني ودخل تالي بالله واش في إعلامنا ما كيدوش معرو إيه كاريتة مصيبة واش عباس الجراري الآن أستاذنا الجليل وعميد لأدب المغربي ما كيدوش في إعلام وغربي كين شي مشكل خاص ما نقلب عليه في ناوب على الجو لإعلام لمن دار ما الدار للناس اللي يقدموه للناس أما الآن ما يروج الأكثرية اللي كتروج للأسف مغربي وأفتخر لكن كنت من أن الإخوان اللي يشغلوا في الإعلام يحسوا بالمسؤولية التاريخية ويعرفوا شنو يعطوا للناس الله يرحم من قال أن الطباب لا غلط كيقت الوحد إعلامي لا غلط ولا فلناني لا غلط ركيقت الأمة فكفة من التفاهل اللي كترش بعد بعض المنابر للأسف وهذا شي يعني حنا الآن كنت تكلموا غدا غدا سبحان الحوار في الموقع دي لكم باش عرفتي أن غير مغربة اللي غيشوف هذا الحوار غدي يشوف الأجاني وغدي يشوف وغدي أوكي وإما غدينوه وإما غدي يقول لكي تخميز فمن خلال منبركم الإعلامي كان وجه رسالة لإعلامنا بطبيعة الحال دائما كان استثناءات ما كان عممش لكن إعلامنا الوطني يحص بالمسؤولية ويحص بأنه ركي واتقل التاريخ والتفاهة مع مرة دخلت للتاريخ اللي تعامل مع مع التفاهة أو للي تعامل مع ركي بقات هو رهي مصير ومصير هذه التفاهة كانت مننا أننا نرحموا الأجيال الجاية ورحموا الناشئة اللي عنا ورحموا وطننا ونقدموا البلاد في أجمل حلة ومشي غدي نديروا لها الماكياج هي طالة على الماكياج بالصبع نقدموا غير كشي اللي فيه واش مفكيرين قبار عندنا يعملوا في صمت ما ونحن نفقدوهم واحد واحد البارح مشراء إيدنا واشتدنا وشيخنا جميعا ولي ما نصلو له اشتل ونفرد يلا في جليل حسن المنائي عميد المسرحي في العالم المنائي فقدنا فقدنا هرم أين في نواد الإعلام حسن المنائي عميد النقد المسرحي في العالم العربي مات ما كينش حاجة ماشي يديك فكنتمنى أن تكون هذه آخر رسالة كنوجه لي أنا معرف شو سنبقى من هنا الغداء ونمغنبقاش كنقول نعيد النظر في تعاملنا مع بضيطنا نعيد النظر في تعاملنا مع ثقافتنا وخصوصيتنا ونعيد النظر في تعاملنا مع إعلامنا الوطني السساعد شي كلمة المحبين في الملحون والمتتبعين ديالك بحقيقة تأيصى متواضع وتواضعك يجعل الناس الجمهور ديالك يحبك أكثر بغينة الكلمة المتتبعين الناس اللي باقلين على طريق كما تقولوا ديالك الفين هذا أداء ولكم الكلمة أستاذي خليني نوجه واحد الرسالة بعدها دير ليشوية غصة فقلبي المتخصصين في المجال الموسيقي باركة باركة ما تقسموننا في المجال الغنائي باركة ما تقولوننا هناك ندير الأغنية المغربية وهذا يدير الموسيقى الأندلوسية وهذا يدير الملحون وهذا يعطي وهذا يدير تماظق وتعريفية الجسم الغنائي ره جسم واحد صحيح كل واحد كي يشتغل في مجال ولكن هو جسم واحد إلا كندفع على الأغنية المغربية را كندفع على الملح وإلا كندفع على الآلة وإلا دفع على الملح والعكس صحيح فكفى ما تفرقوا هاد الجسم اللي راه يعاني ما يعانيه هلكت القرصنة هلكوه القهاوي هلكتهم جموعة ديالأشياء فخليونا نحطوا اليد في اليد ونخدموه وطننا برؤية أخرى وبتصور أخر ونخدموه خصوصية البلاد عن طريق فنونا وكل واحد يشتغل في المجال ليلو وبطبيعة الحال النجاح كيكون حليف اللي كيجتهد كذلك نبغي نوجه رسالة قوية جاءت المناسبة أنني نقولها قلال مرة التانية هو أنني كنشكر كل الشرفاء وطننا اللي عبروا واللي بينوا على الروح الوطنية العالية فهدلو قتا ديالهد الوباء اللي كنتمنى من عند الله سبحانه وتعالى كيف يتمنى وجميع المسلمين والإنسانية أنه يرفع علينا هدلوباء من يجاهد الوباء بيينون مغاربة على أن المغاربة بقي بخير وعلى أن الوطن له شرفاء وكيشتغلوا في صمت وبلا ضجيج وبلا أنا وانا 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 فشكرا لكل ناس اللي تضمنوا في صمت شكرا لقوات المسلحة الملكية شكرا لأمن الوطني شكرا للهيئات الطبية شكرا لكل اللي يشتغل في هذا الباب وشكرا لإعلام الوطني اللي كاننا احنا سدين علينا وقالسين في ديورنا وكانه وكان قلنا الخبر على طريق إما التلفاز أو المواقع اللي كان عندنا في وطننا الحبيب أو الإدعاء الوطنية فشكرا الشكر خاص لصاحب الجلالة والنهابة مولانا محمد السديس على التعليمات اللي كانت اللي يضحاب الاقتصار الوطني واللي يضحاب واحد المجموعة دي الأشياء محافظة على المواطن المغربي ززاء الله خير للززاء وانا شفت واحد المجموعة دي الناس اللي تجمعوا في بعضيتهم ما عندهم لا جنعيات ولا حتشي بل تجمعوا في بعضيتهم وداروا مبالغ وتعاونوا مع الناس اللي خاصهم ووقفين على إعانف الوقت وما تفوتنيش لفرصة أن أنا أفتخر وأعتز ما قامت به الفنانة الكبيرة للذين بيسير والزوج زوج ديالها مولانا مصطفى الليموني بصحبت الرائد الفنان الكبير سيلا بلوح التطواني والعمال الحلو ومجموعة ديال الفنانين الكبار اللي ساموا بيناتوا وداروا كل واحد عطاها لقد رجلوا الفنان طهور بمراكس محمد العشرية من الفاس يعني المغرب كله مجموعة ديال الفنانة اتضامنوا بعضيتهم وكانت الباديرة ديال للازين والله يجازيها بخير ربي يجازيها وداروا وكل واحد عطاها لقد رجلوا وفرقوا على الموسيقية المتدرّرين اللي كيخدم اليوم كيخشروا اليوم وما عندش بش يعيش غدا فهذه الناس واحد شريحة كبيرة في الميداة اللي فني اتضررت والآن بدو كيد اتضروا حتى الكبار لانه انت سيلا عارفين كتعربي انه الميداة اللي فني والميدان التقافي هو المتدرر الاكبر في هات المرحلة فتقريبا ما بقيتش ما بقيتش مذكر الرقم مجموعة دي العائلات منطانجة القويرة كلها تدعمات منطارها في هات المجموعة قد ينقول لها الاخوة الفنانين انا افتخروا بكم شكرا لكم لأول مرة في الطاريخ كتحطوا اليد في اليد وكتساندوا أخوتكم المتدررين في هات الجائحة وفقكم الله وسدد خطاكم وأكثر من أمتالكم في وطننا حبيبي ربي سبحانه هو اللي غادي يززيكم لأنكم ما تبنتو في تصاور ما تبنتو في كاميرات ما قلتو حنا كنا نعطيو خدمتو في خفاء والسكر الجزيين للذين المصطفى اللي كانوا يخرجوا ويفرقوا هاد الحوالات وحنا قلسين في ديورنا وممساكن يخرجوا بالكمامات يسمحوا في ويداتهم ويمشيوا ويفرقوا هاد المبالغ على مجموعة الموسيقيين مبارك الله وفيك للذين وشكرا مولي مصطفى شكرا لرأينا سيداب الواحد التطواني وشكرا لكل أعضاء هاد المجموعة اللي في الحقيقة أنا كان افتخر بأولي أول مرة في تاريخ كدر كان خاصها مواكبات إعلانية لكن فضلتون تومة أنكم تخدموا في صمت الله سبحانه هو اللي غادي يزازيكم كلمة أخيرة والسلم خامس كلمة أخيرة سأبدأ من البداية هو أنني وأنا داخل مدينة سلا سلا اللي عندي معها طاريخ كبير عشرت فيها مجموعة عادية الفن طحيل فهذا الفن فن المنحون وسلا ماشي مدينة عادية وسلا الطاريخ وسلا الحضارة سلا سلا الأصالة وسلا سارية من السواري الكبيرة وجامعة من الجامعات يقول المنحون حرم غريب يكفي أننا نقولوا الشيخ طرابلسي يمكن نقولوا غير ذا حسن لياقوبي الحاج حمل سهم وما أدرك ما الحاج حمل سهم هذا بالإضافة لمنشيدين والباحثين والمهتمين والآن مدينة سلا فيها ما شاء الله شغراء أنا شخصيا معجب بهم مثلا توفيق أبرام من الصغراء الجيدي الآن على المستوى الوطني كين خلف خلف لكن هذا الخلف خاصه عناية سلاكة تميز بمجموع الباحثين كبار المقدمة لهم الإعلاني والمصرحي والعزيز على قلبي وصديق العمر وفي نفس الوقت الأستاذي اللي هو اللي يمكن نقول عليه المناضل من أجل التراث اللي هو الباحث الأستاذي المتمكن سيد عبد المجيد في النش فعاد الرجل رمجان ما قلنا له شكرا مجان ما فكرناش فيه السيد مضحي بالغالي والنفيش بل حتى برحت عائلته من أجل شي حاجة شميتها خصوصيات المغاربة جزاك الله السيد عبد المجيد خير الجزاء والله هو سبحانه اللي غدي يخلصك على كل ما تكون به من أجلنا ومن أجل ذكيرتنا الجماعية ومن أجل يعني احتل الدفعة اللي قدم اللي من الحيون من خلال المسرح وإعلاميا مبارك الله وفيك والله يكترى من ذلك وانا داخل وانا كانت ترحم على مجموع عدي من الناس فقدناهم سايد العيدي السيد عبد الرحمن بن زيرا بن غانم مجموع عدي اللي اسم الشيخ مليعب السلام وما أدرك ما مليعب السلام الشيخ بن سعيد مجموعة الاسماء فكانت مننا أن الجهات المسؤولة على الثقافة في المدينة الدعا منا هاد البركة اللي وقت حسن من فقدوا خصوصياتنا من خلال هاد الناس لأنه عندنا ما شاء الله دابا كينين أصوات وكينين شباب وكين مجموعة الناس مدينة سلا اللي يمكن يعطيه الشيء الكثير في الملحون وحنا في حاجة للتوحيل الصف ولكن العناية بالناس اللي جايين لأنه أنا كان عارف مجموعة هذه الأصوات في مدن أخرى والله لا كنت فرحان أنهم لتحقوا بحضيرات الملحون لكن غيروا المصار لأنه بدينك أن نقول اللي غدي يستغلف في الصورات غدي يعاني من الفقر فأشي فلطلي فلطليم شي خدم بخمسين مليون اللي فلطليم شي خدم فكينة فنون كنحطار معها وكنقدرها وعندها ما عندها لكن كينة فنون تافع وكي قبطوا الصوان طديل الفلوس وكي سيؤوننا للنشيئة دينا وكي سيؤوننا للمجتمعات دينا وكنعطيهم الخناشي دي الفلوس وكيمشي فرحانين وحنا عندنا ناس كي يهتموا بالذكر الوطن فهننا نعصيلها مجموعة دينا هذه الأشياء أدوك الناس احنا ديرينهم فولكلور ديرينهم غير كنزينوا بهم وكنقولوا نحن نحافظ على التورات سؤال لماذا نحافظ على التورات بعدها هذا سؤال كبير خاصة منظارة وطنية وكنتمنى في عهد هذا الوزير الشاب الجديد اللي بقين كان نطلر من الشيء الكثير كان نتمنى أن وزارة الثقافة تقوم بدورها اللي خاصة تقوم به لأنه إذا نفقدوا توراتنا ما قيمة وزارة الثقافة إذا نفقدوا رموز وطننا في صمت أين هو محل وزارة الثقافة لماذا قيمة وزارة الثقافة أصلاً إلى ما ستتمنى شو بداكرتنا بخصوصياتنا برموز وطننا بكل الأشياء اللي كتميزنا على الباقي الشهر وش وزارة الثقافة كتتمنى بأنمار غازيانة عن طريق منابر إعلامية كتتمنى كنتمنى أننا وهذا ما شغل على وزارة الثقافة الملحون والموسيقى الإندلوجية والعيطة وخصوصيات البحث الأكاديمي في هذا الفنون ما شغل هذا الفنون الشاعر الحساني الأغنية الأمازيغية تاريفيت منطقة سوس تارودانت وما أدرك كما تارودانت مراكش هاد كينا فنون العواريات ومجموعة دي الأشكال هادو خاصهم البحث والتنقيب والتوتق لهم أما إلا غيطالقين هم هكاك في الزنقة وقالسين كندوجهم مرة 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 في التليفيزيون وعلى مجتوى إقاعات خفيفة للرقص والتسلية والكلمات ما إنما نديرهم كان أعتقد أننا نسيء لتراثنا والذكيركنا والوطن نخصيس على الكهيك نشكرك على تليمية الحوار شكرك لكم وفعلا وفعلا أعطيتنا واحدة مقاتلية مهمة وبلغتي واحد الرسائل اللي فعلا خص المسؤولين على القطاعات أنهم يعني يفكروا فيها ويفكروا بجدية شكرك مرة أخرى أرسي سعيد شكر لكم شكر لهذه الجنود اللي كيخدموا دائما الخفاء وهما اللي كيكونوا صوتنا اللي كيوصل اللي كيوصلوا صوتنا للجنهور والمحبي والطرات والناشئة فهنا كنشكر كل الناس وهدو هالجنود كان عندهم شكر خاص لأنه مما كيبانوش فليكرون ما كيقلبوا على شهراء كيقلبوا على الجودة دير الصورة والجودة دير الصوت بس يوصلوا ببرودوينقي شكرا لكم ززيل شكر ومن خلالكم لكل الناس اللي كيقلتوا وراء الكاميرات شكرا لمنظركم أصوات مزيد من التعلق والنجاح وأنا متأكد أن كينا نقلة ستكون إعلاميين عن طريق هذه المواقع الجدة كنا نرى المواقع الجدة للخصوصية المغربية وللوطننا الحديب وللقضايانا وللمفكرين والرموز دينا من خلال هذه المنابر الجدة شكرا لكم ألف ألف شكر ومن خلالكم كل المنابر الإعلامية الجدة في وطننا الحديب شكرا لكي سعيد اشتركوا في القناة